موسيقى أهلاً أحبائنا مشاهدين في كل مكان برحب فيكم باسم الرب يسوع المسيح اليوم رح يكون حلقة يمكن الأول مرة بنعمل هذا النوع من الحلقة بعنوان الأخلاق المسيحية شو هي الأخلاق المسيحية؟ ما معنى الأخلاق المسيحية؟ ومين هو المثال اللي ممكن نتشبه أو نتعلم أنه فعلاً أقول هذا وقمة الأخلاق هذا موضوع كبير جداً بتذكر في أيام الدراسة في الكلية اللهود يعني موضوع كرس كامل بمجلدات اللي بعالج كل أنواع المواضيع الأخلاقية وطبعاً اليوم المواضيع عم تزداد والتساؤلات عم تكثر والأفكار عم تتغير من كولشر لكولشر لعدات لتقاليد من بلد إلى بلد ولكن شو الإشي الثابت؟ أنا عاوز أقول الإشي الثابت هو الكتاب المقدس وشخص الرب يسوع المسيح مشان هيك أنا بدعوك أنك تشاهد هذه الحلقة لأنه فعلاً فعلاً أول مرة بنتكلم عن هذا الموضوع يمكن حكينا في حلقات كتير بتشوف مقتطف هنا أو هناك ولكن اليوم رح نخذه كموضوع دراسي في هذه الحلقة لو عندك سؤال أو بتحب أي توضيح الأرقام الهواتف موجودة أمامك على الشاشة وطبعاً فيك تتواصل معنا من خلال السوشال ميديا ابقوا معي حتى نبتدي في الموضوع بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر أهلاً أحبائنا مشاهدينا الموضوع مثل ما ذكرت الأخلاق المسيحية يصر أن أستضيف شخص وهو صاحب مكان أخو صديق عزيز خادم للإنجيل معلم للكلمة ومتلمز العددين دكتور أمال جندي أهله سهلا برحب فيك معنا في هذا الاستوديو أهلاً بك يا خنزار وأشكرك للدعوة وبصلي أن رب يساعدنا في الحلقة أننا نصلط الضوء على أهمية كلمة الله وتعليم الكتاب المقدس الذي يترجم في السلوكيات وأخلاقيات مسيحية حسب إرادة الله طيب طالما ذكرت هذه العبارة الأخيرة فخلينا نفوت دغر على الموضوع شو هي الأخلاق المسيحية أو ما معنى الأخلاق المسيحية ممكن توضح لنا الفكرة أكتر الأخلاق المسيحية في كلمتين وبس على رأي البرنامج الشهير هي السلوكيات المسيحية للمسيح الحقيقي ولما بقول المسيح الحقيقي يا خنزار لابد أن نميز ما بين المسيحي الإسمي والمسيحي المؤمن الذي قبل عمل الرب يسوع بالإيمان في حياته فصار خليقة جديدة الأخلاقيات بيكون نتاج تأثيرات متباينة حول شخصية الإنسان فتلاقي أن الثقافة حوالينا محيطة بنا بسهولة مرات كثيرة بتشكل الأخلاقيات التي نعيشها وده انطباع عام وينطبق على الكل السؤال هل المسيحي يختلف هل كل هذه الثقافات وهذه الأخلاقيات كلها صح كتابيا هل ترضي الله كلها وده السؤال موضوع شائك الحقيقة بس لابد أن نواجهه بدوء كلمة الله وده لنا نبصل أن الرب يساعدنا النهاردة شوية بشوية بنوضح هل الكنيسة تغير العالم أم العالم هو الذي يغير الكنيسة هل ثقافة الكنيسة أو المؤمنين الحقيقيين المفروض هي تكون نور للعالم ولما بتتكلم عن هذا الموضوع أخ أمال إيه الآية الافتتاحية اللي بتخطر في بالك إنك تعطيها كعنوان كموضوع الحقيقة كولوسي 11 بيقول إيه لتسلكوا كما يحق لرب السلوك كما يحق لرب احنا دعية علينا اسم الرب يسوع فلابد أن هذا الاسم الذي احنا أحمله كمسيحي حقيقي أسلك بما يرضيه لتسلكه كما يحق للرب في كل رضا عارب يقولك أنا ده كله ده بما يرضي الرب بما يرضي الله بالبساطة ده احنا عاوزين نعيش بما يرضي الله مثمرين الآية بتكمل مثمرين في كل عمل صالح ونامين في معرفة الله بما معناه أنه كلما أنمو في معرفة الله مش المعرفة عن الله معرفة الله شخصيا كلما هذا ينطبق في حياته ويترجم في السلوكيات هذه السلوكيات بتكون بركة للمجتمع اللي حوالي أكون ملح للأرض ونور للعالم لذلك أسلك كما يحق للرب رسول بطرس يعني تذكرت الآية اللي بيقول فيها أنمو في النعمة وفي معرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح في نمو مستمر والغرض أن نكون مشابهين صورة يسوع ده صحيح عشان كده التحدي اللي بيوجه المؤمنين أنه أحنا في هذا العالم ربي صحف يوحن 17 17 قال لست أطلب أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشريين نعم هم في العالم لكنهم ليسوا من العالم فوجودنا في المجتمعات اللي بتحيط بينا بسهولة والثقافات المتعددة ده بيأثر على حياتنا فالسؤال هو هل أنا أسمح لكل ما يخالف كلمة الله أنه يتغلغل في شخصيتي ويترجم في تصرفاتي وأعمالي وبالتالي في أخلاقي أم العكس صحيحي أنه أنا بستمد وأستمد الأخلاق المسيحية هو من تعليم كلمة الله وأنا الذي أؤثر في هذا العالم لما تكلمنا عن الحلقة أنت رح تتكلم عن الأخلاق المسيحية فمهم جدا تعطينا الأهداف يعني إيه الأهداف الحلقة اللي أنت عاوز توصلنا في هذا الموضوع أول حاجة يا خنزار أنا بصلي أن الرب يحفظنا من التعليم الكاذبة ويحفظ الكنيسة ومؤمنين من تأثير المجتمعات اللي حوالينا فنتعلم التعليم الكتابية الأساسية اللي بتنعكس في السلوكية الحاجة الثانية أنه أسمح لعمل الروح القدس في جوايا يبكتني على أي سلوكيات لا تتفق مع كلمة الله بل بالعكس أن أنا أعيش حسب هذا لأنه مكتوب سراج لرجلي كلامك ونور لسبيل هو ده اللي أنا عايز أعيشه وأعيش هذا يعني أنا مش مش أعرف كلمة الله أو أكون درسها فقط لكن أني أطبقها في حياتي وأعيش بها وعلشان أعيش بها أبقى مثمر وبقالي تأثير حولي لابد أن أبقى متصل بالشخص الرب يسوع زي ما قال أنا الكرمة الحقيقية وأنتم الأخصان كل غص لو ثبت فيي يثمر ويدوم الثمر هو دي بصلي إنه وصل للنهار آمين طبعا من كولتشر لكولتشر فيه اختلافات لما في الشرق الأوسط منسمع كلمة الأخلاق المسيحية الأخلاق المسيحية على طول مقارنة بأخلاقيات أخرى فإيه المعنى؟ معنى الأخلاق المسيحية أو الأخلاق المسيحية؟ الأخلاق المسيحية هي التي ترتكز على مبادئ كلمة الله اللي علمها لنا الرب يسوع هي المبادئ المكتوبة في العهدين القديم والجديد عشان كده على فكرة كلمة أخلاق المسيحية ده مش نتاج العهد الجديد فقط لكنها ممتدة من العهد القديم إلى العهد الجديد وهنا أتكلم عن ضهوة بأكثر تفصيل وأنه أنا عندي مسئولية أن أنا ما أجلتش بسرع زي أهل العالم الكتاب يقول إيه؟ لا تشاكلوا أهل هذا الظهر يعني لا نتشكل بشاكلتهم بل تغيروا عن شكلكم بتجديد ألهانكم لتعرفوا ما هي إرادة الله الصالحة والمرضية والكامل فهنا أنا محتاج إلى تغيير نمط الفكر بتاعي ليتطابق مع فكر كلمة الله هذه الأخلاقات المسيحية وحينما ينطبق الفكر مع فكر كلمة الله أنا بعيش هذا الفكر مش بس شعارات أنا بحفظها أو برددها أو بشاركها لازم أعيشها وأعلنها عمليا في حياتي طيب طالما أنت ذكرت من خلال حديثك العهد القديم والعهد الجديد نحن نعرف أن العهد القديم التجديد كل حول أو بالدور حول النموس الأدبة اللي هي الوصايا العشر وهل ها الوصايا العشر هي تعتبر زي اعتماد أو أساس للأخلاقيات سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد بس يا خنزار الوصايا عاش جزء من الشريعة المسوية ودي في سفر الخروجة ساحة 20 الشريعة المسوية كانت عبارة عن قوانين أخلاقية وقوانين مدنية وقوانين تقصية وتشريعية فالقانون التقصي والتشريعي ده كان قاصر على شعب الله لكن القانون الأخلاقي اللي هو معلن في كلمة الله في العهد القديم في الشريعة المسوية ده ممتد إلى يومنا النهاردة وده أساسا مبني على حقوق الإنسان خلينا نقول بالتعبير الحق للإنسان أو حتى الغرب يعني الغرب بيعتمد على حاجة ما تسمى جيديو كريسشين أثيكس أيها الأخلاقيات اليهودية المسحية دي الركائز الركائز من الكتاب المقدم ده صحيح عشان كده بيقول يعني إيه حقوق الإنسان يعني أنا عندي حق في الحياة وعندي حق في أني أعيش بحرية لكن حريتي تقف عند حدود حريتك أنت فمهم جدا يكون فيه سلم وتعايش عشان كده القانون الأخلاقي في الشريعة المسوية بيتكلم على هذه الأمور بكل استفادة طبعاً الوصايا العشر الوصايا العشر فيه مجملها بتدرب طبعاً احنا كلنا عارفين أنه الوحي تدريجي فيعني تدريجي يعني أنه بيعلن شيء باختصار دلوقتي لكن بعد كده الرب أعلنه بأكثر وضوح بأكثر وضوح وهكذا فالشريعة المسوية اللي هي متمثلة دلوقتي في الوصايا العشر هناك وصايا تختص بعلاقة الإنسان بالرب الإله وعلاقة الإنسان بأخوه الإنسان عشان كده الوصايا العشر كقانون أخلاقي مستمر لغاية النهاردة ونفس الوصايا اللي هو المثاق عهد بين الله وبين شعبه هذا المثاق مستمر إلى هذا اليوم طبعاً هنتكلم عن عهد جديد وعن تطور لهذا المثاق بس كقانون أخلاقي يمثل الركيزة الأساسية للأخلاقيات المسيحية يعني لما ذكرت الحرية ذكرت المثل القائل يعني ليست الحرية أن أفعل ما أشاء ولكن أن أفعل ما يريد الله ما هو يشاء هذا صحيح علشان كده أربع وصايا من الوصايا العشر يعني تتعامل مع علاقتي مع الله يعني لو نفتح خروج عشرين عدد ثلاثة بيقول لا يكون لك آلهة أخرى يعني معنى كده أن ده بيحررني من أني أنا يكون في شرك في عباتي بالله يحررني من الآلهة الأخرى يحررني من الأصنام طيب تقول يا أخي النزار النهاردة ما فيش أصنام مثلا ولكن لا في أصنام هناك صنم المال هناك صنم الوظيفة هناك صنم العيلة مرات كتيرة أبقى أهتم بعيلتي أكتر من اهتمامات يا لله فعشا كده القانون الأخلاقي ومن أخلاقيات المسيحية أنها تكون مرتكزة على تلك العلاقة بينه وبين الله أنه هو الإله الوحيد هو الأول هو الأول والأخير أنه لا أصنام ده بيحررني من كل خرافات أو الثقة في أي حاجة تاني غير الرب مرات بثق في رصيدي في البنك مرات بثق وأحط ثقتي في شهدتي ده غلط عشان كده الأخلاقيات بتستمر إلى هذا الحاجة التالتة بيقول لا تنطق باسم الرب إلهك بطلا بنلاقي أنه هناك تكرار وذكر لإسم الله بكثرة بخلينا ننسى أن نبجي للرب الإله مرات بننسى أنفسنا من هو هذا الإله العظيم اللي هو أحبنا الوصية الرابعة لما بتكلم عن حفظ يوم السابت بتكلم عن أهمية الراحة والعبادة صحيح مش السابت يعني يوم ساتردي يوم السابت لكن هو يوم الراحة هو أصبح يوم الأحد فدول الأربع وصايا اللي بتتلخص أو بتحكم علاقتي وفي أخلاقياتي في علاقتي مع الله ولما بيكون عندي علاقة صحيحة مع الله فإذا من الأسهل أن تكون علاقتي صحيحة مع القريب أو مع الناس ده صحيح علشان كده بينتقل من الأربع وصايا الأولى اللي تعالق علاقتي بيها مع الله إلى ستة الوصايا اللي بيكملوا كلهم عشر وصايا الستة دول علاقتين مع الإنسان فبتكلم عن أكرم أباك وأمك نعم بتكلم عن إزاي أكرم الأب والأم إزاي أخضع لهذا السلطان لما بتكلم عن لا تزني ده بيحميني من الخطيئة الجنسية طبعا في تطور زي ما قلنا الوحي التدريجي إحنا هنتكلم عنه الزنا مقصود بإيه هنا لا تشهد بالزور بيساعدني أن أكون شخص أمين في كلامي وبحافظ على كل كلامي أنه ما أطمعش في شيء يخص قريبي أو جاري أو زميلي ده معنى هذا أنه بيخليني أن أنا أتجنب الطمع وإن أعيش فعلا بقيم مسيحية حقيقية لها وزنها ولها قيمتها في نظر الله فهذه الوصايا العشر طبعا هي تعتبر زي قاعدة أساسية اللي ما زالت يعني ثابت حتى يومنا هذا وكل القوانين على فكرة كل القوانين الدولية بتدور بتتمحور حول الوصايا العشر ده صحيح وبعد الوصايا العشر بنلاقي كمان ركيزة تانية كلمة الله بتعلنها هي الوصية العزمة الله فيه وصايا وفيه وصية الوصية العزمة الرب يسوع في متة 22 لما سألوا واحد من نموسيين واحد من العهد القديم نموسي جم يجربوا قالوا قلنا إيه هي الوصية العزمة فرب يسوع رد عليه أكشولي الرب يسوع أخذ اقتبس أيتين واحدة من تسنية ستة خمسة والتانية من لويين تسعتاشر تمانية وجمعهم الاتنين مع بعض وقال إيه تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك من كل قدرتك وهذه هي الوصية الأولى والعظمة والثانية مثلها يعني برضها عظمة برضو تحب قريبك كنفسك فالوصية العظمة تكملت الأي لأن هذا هو النموس والأنبياء هذا هو النموس والأنبياء يعني النموس والأنبياء طبعا حضرتك أستاذ يعني لما بتكلم على التناخ التناخ اللي هو في اللي هو التوراة والنفيم والكتفين دول بيشمل تسعة وثلاثين سفر والعهد القديم وهو ده الكتاب مقدس لما الرب يسوع ظهر للتلميزية عن واسب هذا بدأ يشرح لهم ما هو مكتوب عنه في بالنسبة للشريعة بالنسبة للأنبياء بالنسبة للمزامير اللي هو يشمل الكتفين والنبيم والكتابات فبناء على كده هذا هو إعلان العهد القديم اللي مستمر لغاية النهاردة وهذا كله بيرتكز على فكرة على رد المسيح بنفس الآيات بس في إنجيل مرقص أيوة بقول اسمع يا إسرائيل شمعي إسرائيل أدوناي إلهينو أدوناي إخاد رب إلهك إلهنا رب واحد فتحب الرب إلهك فإذن بشدد جدا على الوحدني ليش أنا بركز لأنه الاتهامات الكثيرة وأنه المسحية ترفض الشرك وترفض على فكرة المسيح تؤمن أن الإله الحقيقي هو إله الكتاب المقدس وأن الطريق الوحيد هو يسوع المسيح وأن الوحسيل الخلاص هو دم الرب يسوع المسيح فلاش طريق تاني الكتاب تأكيدا على كلامك يا خنزابي يقول لأنه ليس بأحد غيره غير الرب يسوع الخلاص مهما كان فبناء على كده الأخلاق المسيحية مبنية على الأسس اللي صادرة من الوصية العشر ومن الوصية العظمى إن أنا إزاي أتعامل بينه وبين الله وأترجم هذا في معاملاتي مع الناس مرات كتير يا خنزار تلاقي ناس كتير بتحاول ترضي ربنا ولما تعمل عباداتها بس لما تطلع من الصلاة وتخلص التقوص والممارسات التقصية للصلاة ترجع تتعامل مع الإنسان أخوها بطريقة تتنافى مع هذا الإيمان كلمة الله بتعلن إنه لو فعلا أحنا بنحب الله بنقول إنه نحن بنحبه طب إزاي نقول إنه نحن بنحبه ونكره أخونا اللي إحنا شايفينه بيقول بنحب الله اللي إحنا مش شايفينه ده الكلام من يبغي أخاه فهو قاتل نفس ومن لا يحب أخاه يبقى في الموت بالزبط نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة ده هذا صحيح وعشان كده الرب ما سابناش لوحدنا هو ادانا هذه الشريعة هذا الكتاب قال أجعل شريعتي في داخلهم وأكتبها ده العهد الجديد نعم التنبأ عنه قبلها بستمائة سنة أنه هذه الشريعة بدل ما أحاول أحفظها وألاحظها وأعملها لا وده فرق كبير يا خنزار ما بين شريعة العهد القديم وشريعة العهد الجديد طب ليه؟ يعني ليه أنه فيه شريعة العهد الجديد يعني شو اللهم؟ الفرق الوحيد أنه شريعة العهد الجديد مكتوبة في القلب بالروح القدس بالروح القدس لأنه لو مش مكتوبة بالروح القدس هتبع عبارة عن ممارسات تقصية وعبادات وممارسات لا قيمة لها في كلوسي بيقول كده لا يحكم عليكم أحد من جهة عيد أو سبت أو هلال ظل الأمور العتيدة دي ظل الأمور العتيدة فمهم جدا أنه ندرك أنه العهد الجديد ده كتب في قلبنا بالروح القدس المعطى لنا المحبة اللي انسكبت في قلبنا بالروح القدس هذه المحبة اللي بتمكننا أنه نحن نحب الله ونحن نحب قريبنا كأنفسنا وده الوصية أكيد أكيد وطبعا بس المشكلة الكبيرة اللي بنرجع لإلها أنه حالة الإنسان حالة البشرية الخطاء ولكن يعني يعني في سؤال مهم كتير عاوز أسألك إياتو بس العاوز أقول أنه أنه المسيح يعني أعطى تفسيره عمق وبعد روحي للشريعة كمان يعني لما قال قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل ولكن علم أنه الغضب والكرهية والحقد وكلها لما هي قتل فعلي في داخل الإنسان قبل ما تخرج إلى حيز التنفيذ نرجع لموضوع الوحي التدريجي علشان أجاوبك على حيث دي يا خمزة الوحي التدريجي هو الرب كشف لشعبه أشياء وبعدين كشفها بأكثر تفصيل عشان كده بدأ من الوصائل عشر وانتهى بتعليم يسوع طب تعليم يسوع وحضرية ذكرت على الموعز على الجبل وده متى خمسة وستة وسبعة ثلاث أصححات دول هم الموعز على الجبل طبعا في باقي الآن نجي نجي اللوقة ستة مكتوب فبناء على كده تعليم الرب يسوع هنا بتقارن أو بتطور لا تنسخ لكن بتقول بالإضافة إلى أنك مثلا لا تزني تعطي نور جديد تعطي بعد جديد خالص بيرفع دائما بيقول إيه بيرفع البار أو بيرفع المستوى القياسي اللي أنا أقيص عليه أخلاق المسيحية فأخلاق المسيحية في العهد القديم كانت محكومة بأبعاد معينة في الأكش محدود في الفعل لكن يسوع بيتكلم عن النية عن الدافع عن الدافع بالضبط القلب الداخلي عشان كده بدأ يتكلم سمعتم أنه قيل كذا أما أنا فأقول لكم ونلاحظ أنه لما بيقول أما أنا هذا لا يعني أنه جاء لينقض ما سبقه بالعكس هو جالها صراحة ما جئت لأنقض النموس بل لأكمل النموس فبتكمله للنموس وتكمله وإتمامه للنبوات تعدى عهد القديم وتعاليمه السابعة هو بيكمل قصد الله نحو شعبه كنيسته وأخلاقيات أولاده وبناته اللي مفروض يعيشه يعني عاوز أقول بس إضافة صغيرة أنه العزة على الجبل وأخلاقيات المسيح اللي نابع من كمال المسيح ليوجد تعليم ممكن تقارنه لأن كل التعليم والأنبياء والأي شيء آخر في هذا الوجود يسقط أمام تعليم يسوع المسيح ده صحيح جدا يا خمزار عشان كده الرب يسوع طلب أنه المؤمن الحقيقي عشان كده على فكرة الوعزة على الجبل ليس للناس كلها كانت لتلاميذه لا وكمان للمفديين أيوة يعني لأنه لا أستطيع مين ممكن كيف أنا ممكن أحب أعدائي بالضبط كده ده تمكين الروح القدس ليا لأنه أنا عاجز صح فيما عاجز النموس عن فعله أنا عاجز لأنه النموس طالب مني حاجات فوق إمكانياتي لكن الروح القدس هو اللي بيمكنني وإحنا في يسوع اللي تمم الشريعة بالكامل فنحن فيه أبرار وكاملون ده صحيح في المسيح ده قبل ما أكمل على عزة على الجبل يا خمزار جت لي فكرة أعوز أوضحها هناك ثلاث مجالات معرفة قدرة وإرادة معرفة إن أنا أعرف إيه أعرف تعليم الكتاب إيه قدرة طب أقدر أعيشها أقدر أطبقها ولا لأ والإرادة طب أنا عايز أعيشها ولا لأ لو أنا مش عارف وعلى فكرة ده هذا ينطبق على حتى الغير مؤمنين لما يعرف أنه بدون سفك دم لا تحسن مغفرة أنه الطريق الوحيد للخلص هو الرب يسوع لو أنا أعرف ده أو أو ما عنديش إمكانية لإدراك معناها الحقيقي الرب الكتاب المقدس بيعلمه لي لو أنا مش جادر الله يقدرني بعمل روح قدس فيه لكن لو أنا مش عايز عشان كده مهم جدا أنه الله هو العامل فينا أن نريد وأن نعمل أجل صلى الله الإرادة هنا مهمة جدا هل السؤال السؤال لإخوات المؤمنين هل أنت عندك إرادة وعندك إرادة أنك تعيشي وأنك تعيش الأخلاق المسيحية كما أعلنت في كلمة الله ده سؤال لأنك أنت وأنت مسؤولين أولا وأخيرا عن أنفسكم عن سلوكياتكم معرفة وقدرة لا ده مجدور عليهم والرب هو بيجائزهم لكنه لأ الله أمين خلقنا بإرادة مستقلة حرة ما بيجبرناش أن نحن نعباده أو نعيش لي فهو بيعتمد على قرار الإنسان عشان كده في موعزة نرجع لموعزة الرب يسوع على الجبل لما بيتكلم عن عن تعليمه وإنه إزاي لازم الإنسان يطيع هنا الطاعة بتيجي موضوع الإرادة أول حاجة الرب بيرمي إليها هو القلب المتجدد أن يكون في قلب متجدد هقولك بسرعة يا أخي نزار من خمسة الأعداد من 21 ل 47 هاخد مقتطفات من كل عدد بسرعة في عزة المسيح متى خمسة فعدد 21 26 بيتكلم عن أن الشريعة قالت ما تكتلش الرب يسوع شرح أنه لا مش حكاية القتل ده الغضب عبارة عن قتل أنت لو غضبت على أخي كأنك قتلته عشان كده الرب يسوع بيحثنا إننا كل من يبغد أخاه فهو قاتل بالضبط وهو القتل هنا رب يسوع وسع رفع المسقياس إنه مش القتل الحرفي هو قتل لكن القتل المعنوي هو قتل أيضا عشان كده مهم جدا إنه يكون هناك لطفة وغفران حتى في مواجهة من أساء إلي في أعداد من 27 30 بتكلم على الزنا والزنا الحرفي وبعض الأديان بتحدد حاجات عشان تثبت فيه زنا حرفه ولأ لكن لكن رب يسوع رفع من مستوى هذا يقول ما النظر اللي زن بها في فكره لا تنظر حتى إلى المرأة بشهوة ده ده المقياس الرفيع بتاع تعليم رب يسوع عشان كده بيكلم الطهارة إزاي احترم من جنس التاني إزاي إن أنا أبص للمرأة إنها مساوية لي إنها مش أقل مني ولا هي وعاء شهواني أنا بجري وراها بل هي إنسانة أيضا وده مقياس تعليم الرب يسوع في نفس الأصحاح أصحاح خمسة من متى من أعداد 33 ل37 العهد القديم يقول لا تنطق بسم الرب إلهك باطلا الرب يسوع يقول لك ما تحلف خالص ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا ما زاد على ذلك فهو من الشرير في أمانة هون التفوق يعني في مجتمع عايشين في الشرق الأوسط الكل بيحلف والكل بيجذب وكأنه هذا شيء عادي عشان كده يا خنزار أنا دايما رسالتي للإخوة والأخوات العابرين وكلمة عابرين خلييني برضه أوضحها علشان محدش فهما غلط نحن جميعنا عابرون نحن عبرنا من المسيحية الإسمية أننا نحن اتولدنا في عائليات مسيحية عبرنا إلى شخص الرب يسوع حينما قبلناه بالإيمان في قلوبنا واخواتنا وأخواتنا مسلمين اللي بيعبروا من خلفية إسلامية بيعبروا لنفس الشخص الرب يسوع وهو أيضا ونحن جميعا رعية واحدة وراعي واحد بشوف أنه العابرين بيجوا بباكيج كبيرة بشيلة كبيرة فيها مثلا الحلفان يعني الحلفان ده عبارة عن زي ما بيقول في مصر لبانا في وإحنا بالنسبة الحلفان هو عدم احترام الله بالضبط كده عشان بيقول ما تحلف أنت بتحلف ليه ليه يكون كلامك نعم نعم لا لا بتكذب ليه ما تكذبش بتزني الزنا غير قاصر على الزنا الحرفي الفعل وهكذا فدي التعليم الراقية وأخلاقيات المسيحية الراقية أحب قريبك النموس موسى بقول عين بعين وسن بسن أحب قريبك وابغض عدوك الرب يسوع قال لا أحب أعدائكم باركوا لعنيكم صلوا لأجل كل الذين يسوعون إليكم ويطهيدونكم طب السؤال اللي انت قلته يا أخي نزار إزاي أنا أعمل كده ما أقدرش أنا ما أقدرش لو لكمكين روح الله القدوس في داخلي أنا لا أقدر أسامح ولا أقدر أمتنع عن الغضب أو الانتقام أو كل هذه الردود الأفعال التي تتعارض معك عمل إلهي عميق في كيان الإنسان اللي بشددني وبيمكنني أنه أسلك مثل أو كمسالك يسوع ده صحيح عشان كده رب يسوع كان هدفه أنه تجديد القلب أحنا نتكلم على تجديد الزهن نعم والتركيز المتجدد ده في متى ستة برضو بنكمل في الوصائل العش لما بيتكلم عن أنه إزاي أرضي الآب السماوي أنه الهدف الأول والأخير أنه إرضاء الرب تعارف يا خنزار الحياة قبل الإيمان كانت بترتكز وتتمحور حول إرضاء الإنسان ونلاقي كده واضح في الفرسيين والكتبة الربي سوع في ستة بيقول دول لما بيجوا يصلوا بيحبوا زوايا الشوارع أنا شفت صور على السوشال ميديا كتير واحد عاوز يصلي راح جي سجادة رفرشها على التاكسي بتاعه وفص الشارع واجف يصلي يعني أنت بتصلي المين أنت بتصلي علشان تبين للناس أنك تصلي الرب يسوع يعلمني يقول وإنت ما تصليت أدخل مخدعك على فكرة كثيرون من العابرين كانوا بيستغربوا أنه أحنا كمؤمنين مسيحيين بنصلي وإحنا عمرنا قلتوا بتصلي وإحنا صلتنا أصل في الخفاء نحن نصلي في الخفاء لأبينا الذي سيجازينا علانية نعم التصدق لما بيتكلم على الصدقة بستغرب كتير لما بيعملوا فاند ريزنج في التلفزيونات علشان مستشفيات ولا علشان حاجات وزكاة الجارية والكلام زكي بتلاهي بتبص تلاقي ده بيزنس ده للأسف تعليم الرب يسوع الراقي أنه لازم اتزهني تجدد والإرضاء أولا واخير هو إرضاء الرب وليس إرضاء الناس لا في صومنا بنخاف من الناس ونعلن نحن صايمين اللهم نصايم لما حد تكلمني اللهم نصايم وأبتدي يعني أوصل الرسالة أنا صايم طبعا هذا ضد أخلاقيات المسيح ضد أخلاقيات المسيح عشان كده أنا بصلي لكل الجيين للرب يسوع المؤمنين الجدد أنه التعليم الجديد مع تجديد القلب هو تجديد الزهن والتركيز على إرضاء الله وليس إرضاء الناس لأنه إن كنت بعض أردي الناس فلست عبدا للمسيح أنت لاحظ في حياة يسوع كان يدنه إليه العشرين والخطاء والزناء كل المحتاجين للتوبة ولرجوع للرب ولكن الرب يسوع كان بحارب بشدة المتدينين أيها ولسيما اللي عندهم مشكلة الرياء وعندهم مشكلة الكبرياء وعندهم مشكلة مظاهر التدين كل مظاهر أشكال التدين الخارجة سواء الصلاة أمام الناس أو الصوم أمام الناس أو العمل أمام الناس حتى الناس تشوف وتمدحهم فكان المسيح يحارب هذه النوعيات بل بالعكس نعتهم أنهم قبور مبيضة من برم بين الحلوين ومن جوه إعظام نجاسات وإظهار وإظهار هذه التقوى الباطلة يعني سمحت لهم صورة التقوى لهم صورة التقوى تلاقي يحاول يعمل علامة صلاة أو طب أنت يعني أو في المظهر الخارجي الجلباب أو وطفر وهاي عندك كل الطوايف عندك كل الطوايف أنا مش بتكلم على طايف بس لأنه اليهود زمان كانوا بيربطوا وما زالوا وما زالوا اليوم لما تروح على القدس بتروح على حائط المبكة وبتشوف طريقة اليهود كيف يصلوا بيصلوا في الطيارة بالسيارة بكل محل زي أحباءنا المسلمين بالضبط ما هالإسلام اتخذ من اليهود من اليهود فبناها كده الرب يسوع بتعليمه الراقية الأخلاقية الراقية بيقولي يا جماعة الناس ما تردوش الناس وهم لأن الله في الصمير التاني بيقول لأن الإنسان ينظر إلى العينين اللي بره أما الرب فإنه ينظر إلى القلب نعم الرب شايف ده صحيح شايف القلب من جوا ما في أصلي أمام الناس وأنا عم بكرة جاري أو شخص مختلف عني بالعكس أو أصلي صلاة أني أدعي بها على واحد ليس على ديني لا لا هذا طبعا كله ليس أخلاقيات المسيح للحلفان ولا الكذب ولا الصلوات يعني لا تكرروا كلامكم يعني أو صلواتكم باطلا كالأمم بفكروا بتكرار الصلاة يسمع لها بالعكس يعني فبقول صلاتكم صارت مكرها أنت تخيل أنه حتى الصلاة الله بيكرهها ده صحيح لما منيجي بهذه الطريقة وآخر أصحح في الوصائل العشر اللي هو متى سبعة سوري في الموعزة على الجبل في متى سبعة بنلاقي آية ذهبية حلوة جدا في عدد 12 يتكلم عن القاعدة الذهبية للأخلاق هي القاعدة أنا منتظر من أخ نزار يعملني بطريقة معي أنا لابد أن أعمل بنفس الطريقة فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم لأن هذا هو النموس والأنبياء هذه هي القاعدة الذهبية للأخلاق المسيحية الرقية يعني المكسيموم اللي وصلوله الحكماء القدماء مثل كونفوشيوس وبعض الربايز اليهودية لأنه أخيرا نكون منصفين استطاعوا أن يصلوا ما يسمى القانون الفضي يعني لكن المسيح القانون الذهبي يعني أنت خد الخطوة أو الماسي كمان أنت خد الخطوة هذا صحيح يعني فداء القاعدة الذهبية أو القانون الذهب الأخلاقي للمسيح يسوع هذا يعتبر قمة القمم وحتى لكن فوشيوس ولا سقرات مع أن أخلاقيات سقرات مشهورة جدا ولا أي حكيم ولا أي شخص ولا حتى حكمة موسى ولا حتى يحنى المعمدان المسيح يتفوق على الجميع في هذه ما نتسمى القاعدة الذهبية اللي هي الأخلاقيات المسيحية نسع إن جاع عدوك أطعمه إن عاطش أسقيه نعم لا تنتقموا لأنفسكم أيها الحباء مكتوب لي النقمة أنا إجازة هو الرب نعم أنا راح أكمل أخ أمال ولكن بحب أعطي فرصة سمعت أكيد في زهنك عم بتقارن ممكن ديني مش هيك ولا العادات اللي أنا تربيت عليها هيك طب أنت بتتبع عادات هي بس مريحة لإلك ولا أنا أحكي لك إنه العزة على الجبل مستحيل إنسان يطبقها إلا إذا كان متجدد مختبر ومفدي من خلال عمل المسيح الكفاري وإلا كيف يعني كلنا نقتل وكلنا نزني وكلنا نخطئ وكلنا نجذب وكلنا ما فيش يعني قمة الأخلاق مش مسموح لكذب لأبيض ولا أسود مش مسموح كذب ولا في أي حالة لأن الله قدوس يعني إحنا أمام قداسة الله القداسة المطلقة استحالة وهذا طبعا إذا ابتديت تتقارن في داخلك هاي بداية الحل إنه عم بتشوف فعلا تفوق المسيح من خلال تعليمه حكي لي شو رأيك إذا عندك فكر مخالف بحب أسمع منك ولكن بشرط تعطيني إشيء يتفوق على هذه القاعدة ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا أحبائنا مشاهدينا حديثنا في الحلقة عن الأخلاقيات المسحية واكتشفنا أن الأخلاقيات المسحية هي من أخلاقيات المسيحة السؤال يا أخ أمال هذا بيحبطنا نصاب بنوع من الخزلان إذا نتعامل مع الضمير بشكل صح هاو يعني منقول الأمر مستحيل إيه اللي ممكن يعني نعمل في هالموضوع هذا أخي زوان أنت قلت كلمة على فكرة حق مهمة جدا أنت قلت الضمير 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 متى فعلوا بالطبيعة ما هو في النموس فهؤلاء إذ ليس لهم النموس هم نموس لأنفسهم الذين يظهرون عمل النموس مكتوبا في قلوبهم شاهدا أيضا أيه ضميرهم وأفكارهم فيما بينها مشتكية أو محتجة السؤال إيه هو الضمير لما بسأل بعض الأخوة اللي بشرف بأن أنا بتعلم معهم ونكبر مع بعض إيه هو الضمير يقولوا ده هو صوت الله في داخل الإنسان طيب فبسألهم طبعا الكتاب بتكلم عن هناك ضمير شرير هل صوت الله بيكون حاشة لله يعني يكون من هذا القبيل فعشان كده لابد أن نوضح ما هو الضمير الضمير في مفهومي أنا المتواضع يا خنزار عبارة عن خزنة بها مبادئ هذه المبادئ مستنبطة من الثقافة اللي حوالينا من التعليم اللي أنا بتعلمه من المخزون الذهني والتفكير والوجدان اللي هو على مر الأيام اللي أنا كشخص تحصلت عليه إذن الضمير هو خزنة وهو خزنة في كل إنسان لكن ما تحوي هذه الخزنة يختلف من إنسان لإنسان فبيختلف لأن هناك مبادئ موروثة ومبادئ مكتسبة نرجع بقى لقوانين الوراثة المبادئ الموروثة والمكتسبة دي إذا تأثرت بالعالم المحيط بنا فالضمير بيتواءم مع كل الأحداث اللي حواليه أنا لما بتصرف حاجة تتواكب مع الثقافة الضميري يظل صامت دور الضمير لو أنا تصرفت عكس ما هو مخزون في داخله من مبادئ فقد يكون هناك ضميري إنه الكذب أبيض أو الكذب لما أتزنأ لما أكون في موقف صعب وأجذب كذب حلال الكذب حلال مسموح به ده متاح مشرع لكن لما أجي لكلمة الله ألاقي هذه المبادئ بتنهار أمام كلمة الله بتظهر قدامها مبادئ مسيحية حقيقية إنه الكذب هو كذب الخطيئة خطيئة جاهل الخطيئة هي خطيئة الخطيئة هي التعدي والكذب هو صفة الشيطان هو أبو الكذاب نعم وهكذا فعشان كده مهم جدا أنا أشوف أنا بحط إيه في ضميري عشان كده هنا بيقول الأمم اللي ما عندهم شنموس ما تفعلوا بالطبيعة ما هو نموسي اللي هو المبادئ المسيحية الحقيقية التي أعلنت من الوصائل عشر حتى النهاردة موجود في داخل إذن ده بيعيشوا حسب إراتي هذه نقطة الضمير هذا الضمير بيرشدنا وبيساعدنا بيخلينا ماشيين على الصراط المستقيم اللي يتناسب مع المبادئ اللي أحنا حقينها في هذا الضمير فالسؤال هو إزاي أنا ضمير يكون مرشوش يكون في مسحة الروح القدس ده اللي بدي ساعتها روح الله القدس الحرية أنه يغير ويشكل ويبدل ما يتعارض مع كلمة بالمبادئ المسيحية الأخلاقية يعني لما ابتديت في الآية الأولى أنه يعني أن تسلكه كما يحق للرب في كل رضا مثمرين في كل عمل صالح أيوة فإذا يعني في سلوك في يحنى الأولى 2-6 من قال أنه ثابت فليسلك كما سلك كيف الكتاب يقول أسلك بالروح فلما بتتكلم عن الضمير لكن نتكلم من ناحية تانية عن حالة الإنسان الخاطئ كيف المعادلة هاي نقدر نتغيى فيها السلوك بالروح في آفة سلمة بتكلم بيقول لا تذكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح حسب إيماني ليس هناك اختبار منفصل اسمه اختبار الملء بالروح القدس بعيد عن اختبار التجديد سمحني لو أنا أخذها مع حدي لكن هنا بتكلم ناخد القرينة بتكلم عن إيه ما كنش تحت تأثير الخمر المسكر لكني أكون تحت تأثير الروح القدس اللي هو ساكن فيه السيطرة بالضبط أدي فرصة للروح القدس عشان كده موضوع الإرادة هنا مهم إن أنا أدي فرصة لعمل لا أحزن روح الله القدوس بل أعطيه الحرية الكاملة علشان يشكلني ويطور ضميري بما يتناسب مع كلمة عشان كده أكون تحت تأثير وعشان كده أمتلئ بالروح وأعيش للروح وعلشان يعني إحنا في قدامنا شي خمس ست دقايق أو شوي يمكن سبعة يعني لو عاوز أنه تراب يعني نحاول أنه نوصل الفكرة بموضوع الأخلاقيات والثمار الجديد طيب علشان الوقت يا خنزار بسرعة أهم حاجة في مبدأ كتابي بيتكلم عن خلع الإنسان العطيق ولبس الإنسان الجديد وده بيلاقيه في رسالة أفسوس أفسوس أربعة وخمسة أربعة وخمسة الأصحيين دول فأجي مثلا في عدد 22 أربعة بيقول أنا أخلع الإنسان أخلع الزات طب يعني إيه مع أعماله مع أعماله يعني أنا أقول أنا موت عن العالم ولما أموت عن عالم أصلب نفسي مع الأهواء والشهوات فهو ده هذا هو الخلع القديم أخلع القديم بأفكاره بكلماته بالإكسبريشنز أو التعبيرات اللي أنا متعود ده خلع ده بياخد وقت على فكرة مش بيحصل في يوم وليلة أتجدد في روح الزهن احنا تكلمنا على تجديد الزهن ألبس الإنسان الجديد يعني ألبس إنسان جديد لما أتعلم من كلمة الله وأشوف إيه اللي عاوز يتغير وأشتغل عليه وأطبقه في حياتي فكده ألبس الإنسان الجديد لا أحزن روح الله القدوس في داخلي بس أعمل كل ما هو يرضيه الكاذب الباطل في عدد 25 بتكلم عن محدش يكذب على حد لكن نقول الحق ممكن نكون نحن متعلمين إن الكذب ده هو بينجيني من مكايد وإنه من مأزق معين وفيه عندي تعليم اسمه التقية بيتقيني بيقيني مشاكل فأنا مسموح لأكذب الكتاب الكلام ده مش كتابي لكن لازم أن أقول الحق السرقة الناس بتسرق وبيتغش يعني السرقة مش السرقة اللي أحط إيدي في جيبك أو أسرق بيت لا ممكن بتكون أنا عندي أنا أفاتح محله وبسرق في الميزان أو بسرق في الضرائب أو بسرق أهو في النواحة الدينية يعني أنه أنا بحلل السرقة من شخص آخر لأنا مش من ديني ده حاجة تانية ده مشكلة التعليم اللي مالي ضميري ده مصدره إيه المبادئ اللي جوه ضميري دي مصدرها إيه مصدرها الرب ومصدرها الشيطان ما فيش غير اتنين مصدرين يا إما الله يا إما الشيطان فكل ما يتعارض مع كلمة الله مصدره الشيطان واو تاني كل ما يتعارض مع كلمة الله مصدره الشيطان السارق لا يأتي إلا ليسرق ليسرق ويدبح ويهلك أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل وهكذا فيه فيه فجور ونجاسة وشجعة تتبدل بطهارة ألبس جديد المشكلة النقطة إنه مش أخلع بس لأنا أخلع وألبس الجديد أنا عارف الوقت أخي أمال يعني عاوز أقول إنه بس في كل هالأشياء بدأ أرجع للآية مثمرين الثمر ومعاك دقيقة أو نص لديقتين تخدم الموضوع يا أخي أمال المربط الأساسي للثمر هو يكون مصدره الروح القدس اللي جوايا إن ثبت في الكرمة أثمر طب أنا أثمر عشان أنا؟ لا عشان الكرمة عصارة الكرمة هي اللي بتيجي ويدوم الثمر إذا اتكلت على الجسد وعلى الإمكانيات وعلى المواهب وعلى القدرات وعلى 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 وبعيد عن روح الله ده أنا بأورد الناس فالثمر الحقيقي هو ما يثمره روح الله القدس فيه عشان كده الروح القدس ثمر محبة فرح سلام طول أنات صلاح إيمان وداعة تعفف ونطف أخ أمال يعني في الدقيقة اللي بدي أعطيك إياها لو عاوز يعني توضح بجمل جملتين من الأخلاق المسيحية إيش هو تعريفك الأخلاق المسيحية هي المبادئ الكتابية اللي محطوطة داخل الضمير اللي هو الكونتينر أو الخزنة اللي في داخلي اللي بدي بيها الحرية اللي روح الله القدس الساكن فيها إنه يعيش فيها بقول لا أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيها فأكون نور أكون ملح الأرض وتفوح مني رائحة المسيح الزكية آمين آمين شكرا جزيلا والرب يباركك ونعارف أن الموضوع أكبر من هيك بس اختصرنا كتير للأسف هذه مدة الحلقة ولكن خليني أقول بالختام وهل يوجد أي شيء ما يخجل أو يحرج في شخصية يسوع المسيح ليه الناس بتدور على أديان وبتدور على عقائد وبتدور وبتدور ومع إنه المسيح الكامل وانت عارف أنه المسيح الوحيد الذي لم يخطئ حياته معجزة تعليمه معجزة معجزاته معجزة كل ما هو متعلق في المسيح معجزة فداؤه صلبه قيامته هو حي إلى أبد الآبدين معجزة ولكن السؤال لماذا نتبع أمور تختلف في المسيح أستطيع أن أتكمل وأتبرر فأنا بدعوك اليوم بصلاة بسيطة تقول له يا رب ارحمني أنا الخاطئ بسلمك حياتي حتى تعيش أنت ومن خلالي ربني باركك ترجمة نانسي قنقر